وفي القدس العربي أيضاً بايدن لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا اختراعها قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إنه لو لم تكن إسرائيل موجودة لكان علينا اختراعها وأرجع بايدن موقفه هذا إلى القيم والدوافع والمبادئ المشتركة بين البلدين لكنه ربط بشكل لافت بين التزامه تجاه إسرائيل والقيم المسيحية التي حملها عن والده مشيراً بذلك إلى العلاقة البنيوية بين المسيحية والإنجيلية الأصولية أو المسيحية الصهيونية كما تسمى اصطلاحاً وقيام إسرائيل وأضف بايدن أن الولايات المتحدة لديها التزام صارم تجاه إسرائيل وتابع وتل أبيب أيضاً وتابع أن بين تل أبيب وبيروت اليوم توقع اتفاقيات لإقامة الحدود البحرية الدائمة بين البلدين والأمر تطلب الشجاعة للقيام بذلك وكان رئيس دولة الاحتلال قد وصل الثلاثة إلى واشنطن في زيارة رسمية بدعوة من بايدن واجتمع في البيت الأبيض وخلال الاجتماع ناقش بايدن وهرتسوغ استخدام روسيا مسيرات إيرانية وما يشكله ذلك من تهديد متزايد لأوكرانيا فيما تتعرض الدولة العبرية لضغط متزايد أيضاً لمساعدة كييف ودعمها بالسلاح وقال هرتسوغ للصحفيين في البيت الأبيض بعد المحادثات إنهما ناقشا أساساً برنامج إيران النووي وقمع المتظاهرين ضد القوانين الدينية الصارمة في إيران ومسألة بيع طهران طائرات مسيرة إلى روسيا وضف هرتسوغ إن هذا السلاح يقتل مواطن ناكرانيين أبرياء لا تبدي إسرائيل حماسة للانخراط في النزاع على الرغم من مناشدات كييف إلا أن زيارة هرتسوغ تسلط الضوء على هواجس إسرائيل إذا أتنامي دور إيران المتهمة بتزويد روسيا بطائرات مسيرة فتاكة تستخدمها موسكو ضد أهداف مدنية أوكرانية